بحضور سعدة سيد عبدالله بن عاد الفخر وزير صناعة والتجارة ممثلا عن الجنب البحريني وسعدة سيد كاثي فيدال وكيل وزارة التجارة للملكية الفكرية ومدير مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية ممثلة عن الجنب الامريكي وقيمت مراسم التوقيع على اتفاقية تفاهم وتعاون بشأن تطبيق نظام المسار السريع للفحص الفني لبراءات الاختراع مع مكتب البراءات الامريكي في إطار زيارة العمل الرسمية إلى واشنطن وبهذه المناسبة ثمن سعدة الوزير هذه الخطوة الرائدة التي تعد مكسبا جديدا لمملكة البحرين في تطوير قطاع براءات الاختراع والملكية الفكرية مما يضيف لهذه المنظومة قوة وثقة للمتعاملين والتأكيد على مكانة مملكة البحرين كدولة تحافظ وتحمي جميع أنواع الحقوق الملكية الفكرية وحقوق براءات الاختراع مما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات النوعية وتأتي هذه الاتفاقية ضمن المشروع المتعلق بخطة العمل لتطوير الإطار التنظيمي والإجراءي المتعلق بتسجيل الملكية الفكرية وبراءة الاختراع بالتعاون مع مكتب رئيس مجلس الوزراء الموقر حيث تكمن أهمية توقيع اتفاقية التفاهم المتعلقة بالنظام المسار السريع للفحص الفني لبراءات الاختراع مع الولايات المتحدة ومن خلال هذه الاتفاقية تطمح البحرين لتعزيز التعاون في مجال براءات الاختراع بين مملكة البحرين ومكتب البراءات الأمريكي لما له من أهمية قصوى في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار كما يهدف النظام إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية